في موضوع آخر أكد رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن استغلال الغاز الصخري في الجزائر ليس واردا في الوقت الراهن وخلال مجلس مصغر خصصا للتنمية المحلية في ولاية الجنوب والهضاب العليا تطلق رئيس بوتفليقة إلى سوء الفهم والمخوف التي أثارت التجارب الأولية في مجال الغاز الصخرية وطلب رئيس الجمهورية من الحكومة موصلة الشروحات لفائدة السكان المحليين والرأي العام من أجل التوضيح بأن عملية الحفرة التجربية بعين صالحة ستنتهي في القريب العاجل والتأكيد بأن استغلال هذه الطاقة الجديدة ليس واردا في الوقت الراهن من جهة أخرى أعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم خلال السودس الجاري إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب وأن هذا المصار سيوسع سنة 2016 ليشمل الهضاب العليا وأمر الرئيس بوتفليق الحكومة بمرافقة تنفيذ البرنامج الخمسي الجديد للتنمية وتحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا